بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم معاكم أشرف رمضان إن شاء الله في الفيديو ده هتعرف على الفرق بين بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات في ناس كتير جدا بتسألني بتقول لي يا باش مهندس هو أنا ليه ما استخدمش بطاريات السيارات في أنظمة الطاقة الشمسية بالرغم ان البطاريات دي رخيصة وبنعرف نصينها وعارفين أسعارها والميزة كمان إنها متوفرة كتير جدا في السوق ليه إحنا بنروح لبطاريات خاصة بالطاقة الشمسية وبنستخدمش بطاريات السيارات الإجابة ببساطة يا شباب إن بطاريات السيارات بتختلف عن بطاريات الطاقة الشمسية بطاريات السيارات بنسميها الشالو باترز الشالو باترز أو في ناس بتسميها ستارتنج باترز أو الكار باترز يبقى أنا بسميها الشالو باترز نوع من انواع الشالو باترز دي بتعمل ايه الميزة بتاعتها النهاية بتتشحن في وقت كبير وبتفرخ بسرعة عالية جدا بتصل الى بضع ثواني يعني انا ممكن في فترة التشغيل بتاع السيارة الدينامو بيشحن البطارية خلال كل الفترة دي وعملية التفريغ لما ابدأ عملية تشغيل السيارة واعمل ستارتنج للموتور للمحرك بحتاج شحنة كبيرة تتفرخ في جزء صغير تمام يصل الى بضع ثواني انت لما حضرتك بديجي تشغل السيارة بتشغل تمام في ثانية ثانيتين بتلاقي السيارة اشتغلت مش بتاخد وقت طويل ده هو التصميم اللي معموله بطاريات السيارات اللي احنا بنسميها الشالو باترز دي يا شباب بقدر انا اعمل لها عملية شحن وتفريغ بقدر اعمل لها عملية شحن وتفريغ بنسبة تصل الى عشرة من عصر الى خمستاشر في المية يعني اخر بقى اشحنها بقدر افضيها بنسبة عشرة في المية يعني بتبقى هي اصلا لما انت فضيتها بتبقى تسعين في المية منها مليان وعشرة اللي هو راحت الشحنة بتاعته عشان تشغل الموتور او خمستاشر في المية فانا ما بقدرش اعمل لها عمليات التفريغ العميق او ان انا اقدر افضيها مثلا يبقى تسعين في المية منها فاضي وعشرة في المية بينها بس موجود او اقدر افضي خمسين في المية منها ويبقى خمسين في المية من الاتشارج بتاعتها موجودة بطاريات对ة بطاريات السيارات انا بعمل Dilensharging من 10 ال 15% اما بطاريات السولر او بطاريات الطاقة الشمسية احنا بنسميها اي يا شباب بطاريات Deep Cycle او Deep Cycle Battery بطاريات دورة الشحن العميق انا بقدر اشحن البطارية وفضيها الى نسبة تصل ممكن الى 100% او بتصل الى 90% او بتصل الى 80% ناس كتير بتقول ان انا بستخدم الديب سايكل اقدر افضي البطارية دي لحد 80% ولكن احنا في الشغل بتاعنا في السولر غالبا بنستخدم بطاريات الديب سايكل وبنبدأ نفضيها لحد 50% ده الريت المتعارف عليه في الشغل عشان ما انا مروحش افضي البطارية بتسعين في المية او بخمسة وتسعين او تمانين ده بيقلل من العمر الافتراضي للبطارية طيب عشان البطارية الخاصة بالطاقة الشمسية يبقالها القدرة ان هي تقدر تفضيها لتسعين في المية او خمسة وتسعين او تمانين بيبقى الخصائص الخاصة بالالواح زي ما انا عارفين البطاريات بتبقى عبارة عن لوح موجب ولوح سالب موضوع داخل الالكتروليت هتلاقي اللوح الموجب واللوح السالب الحجم بتاعه والتخانة او السمك في بطاريات الطاقة الشمسية اكبر من بطاريات السيارات ولذلك انا بشوف اللايف تايم الخاص بالبطارية او اللي احنا بنسميه العمر الافتراضي للبطارية بعدد مرات الشحن والتفريغ اللي بتتم على البطارية يعني انا ممكن اجيب عندي اللايف تمام سايكل بتاعتي اشوف بطاريات لو انا فضيتها بنسبة عشرة في المية بس اشحن وافض بنسبة عشرة في المية بلاقيها بتعيش معايا خمس تلاف تمام سايكل او او ان انا هفضيها هفضيها بنسبة خمسين في المية هتعيش معايا بنسبة الف سايكل تمام او هفضيها بنسبة مية في المية يوميا هتقدر تعيش معايا بنسبة تلتمية وخمسين سايكل زي ما احنا شايفين في الكرب يبقى عدد الدورات او عدد مرات الشحن والتفريغ هي اللي بتديني تمام اللايف تايم او العمر الافتراضي للبطارية البطارية دي هتقعد معايا تلتمية مثلا وخمسين سايكل افتراضا ان هي بتطايم بتتفضى وبتتميلي كل يوم فبالتالي العمر الافتراضي بتاعها يبقى سنة تمام لو انا هشغلها على خمسين في المية هتديني الف سايكل لو بتشتغل بتتشحن وبتتفضى كل يوم يبقى هتعيش معايا الف سايكل يعني الف يوم في حدود مثلا تلات سنين لو انا هفضي عشرة في المية بس لتشارجنج والديس تشارجنج هتعيش معايا خمس تلاف سايكل اي خمس تلاف يوم ما يعادل مثلا خمسة ممكن تعيش لحد اتناشر سنة او بتعيش معايا عشر سنين لو انا بشتغل عليها بفضي وشحن فيها عشرة في المية في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها قبل ما نختم الفيديو ده لازم تعرف ان فيه تو برامترز مهمين جدا في البطاريات البرامتر الاولاني اللي هو ايه الاس او سي اس او سي معناها يا شباب معناها الستيت اوف اتشارجنج معناها الستيت اوف اتشارجنج حالات الشحن للبطاريات انا وبشحن البطارية مع الزمن بتاخد معايا وقت كام عشان يبدأ او تبدأ البطارية تتشحن وفي عندي الدي او دي الدبس اوف ديست شارجنج كلمة مهمة جدا الدبس اوف ديست شارجنج معناها معدل التفريغ انا بفرغ الشحنة اللي موجودة في البطارية دي تمام فيه وقت كام عندي باخد مثلا ثانية خمس ثواني عشر ثواني يوم ساعة وهكذا فانا عندي مصطلحين مهمين جدا في البطاريات اللي هو الاس او سي والدي او دي الستيت اوف شارجنج والديبس اوف ديست شارجنج طبعا ده هيظهر من الكرفات فروق كبيرة جدا بين بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات نرجع تاني في الفيديو ده انا قلت الفرق بين بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات وليه ما ينفعشي استخدم بطاريات السيارات كبديل لبطاريات الطاقة الشمسية لان معدل الديست شارجنج او معدل التفريغ في بطاريات الطاقة الشمسية اللي احنا بنسميها اقدر اشحنها وفرغها اعملها بنسبة 80% بس قولنا في الواقع العملي احنا بنفضيها بنسبة تصل الى 50% اما بطاريات السيارات انا بعملها بنسبة 10-15% لو انا دغط على البطارية وفضيتها بنسبة 50% تمام هلاقي العمر الافتراضي لبطاريات بتاعت الطاقة الشمسية كل شوية تمام لو اذا انا اضطيت بطارية السيارة ا不行0 بطاريات الشمسية كل 3 شهور بطار اغير البطاريات وده ممكن يعمل لي كمان مشكلة في منظم الشاحن ويعمل لي مشكلة في الالواح ويعمل لي مشكلة في الامبرتر الخلاصة ان ان انا ما انفع شه استخدم بطاريات الطاقة بطاريات السيارات. كبديل لبطاريات الطاقة الشمسية لان بطاريات الطاقة الشمسية زي ما قولنا بنسميها بطاريات الشحن العميق او deep cycle battery واستlessness تنوني في فيديوهات تانية كتير خاصة بالطاقة الشمسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته